الآن محاضرتنا الثالثة والأخيرة عن مشكلة التعيين وهي عبارة عن مجموعة من الأمثلة رايح أمر عليها بسرعة شويلان نحن وضحنا الخطوات سابقا لكن كان هناك مثالين ثلاثة وأنا جبت أمثلة زيادة حتى يتم الفهم أكثر وأكثر ورايح هنا أحط مثالين على للمينيمايز على التكلفة ومثالين على الماكسيمايز اللي هي الأرباح المثال الأول وهو الجدول التالي يبين تكلفة أربع وظائف من قبل أربع عمال والمطلوب إيجاد التعيين الذي يحقق أقل التكريف وذلك باستخدام الطريقة الهنجال إذن في عندي أربع وظائف في عندي أربع عمال وتكلفة إنجاز كل وظيفة من كل عامل موضحة بهذا الجدول مثلا وظيفة رقم 2 تكلفة إنجازها من A يساوي 12 مثلا إذا أخذت أربعة تكلفة إنجازها من قبل A يساوي 8 لو مثلا أخذت ثلاث تكلفة إنجازها من قبل C 12 لو أخذت مثلا الثاني تكلفة إنجازها من قبل D 12 لو أخذنا الرابعة تكلفة إنجازها من قبل D 24 أو مثلا الأولى تكلفة إنجازها من B 18 إذا هذا الجدول يبين تكلفة إنجاز كل وظيفة من قبل كل عامل من هذه العمال الآن حتى نجري عملية التعيين خلينا نتذكر الخطوات نطرح أقل قيمة في كل صف من جميع قيم ذلك الصف فلاحظ الصف هذا أقل قيمة أربعة نطرحها يطلع عندي 6804 6804 مثلا هنا أقل قيمة 2 نطرحها من القيمة يصير 168016 هنا عندي 2 يصير عندي 0 2 10 0 وهنا عندنا أقل قيمة 12 نطرح هذا الجدول عندي هنا 2 0 هنا 18 وهنا 12 إذا بعد طرح أقل قيمة في كل صف من باقي قيم الصف نحصل على هذا الجدول هذا الجدول أيضا كل عمود يجب أن يحوي صفر فبالتالي نطرح أقل قيمة من كل عمود لاحظوا هنا أقل قيمة الصفر معناته يبقى كما هو وهنا أقل قيمة الصفر برضو يبقى كما هو وهنا أقل شيء الصفر يبقى كما هو وهنا نفس الشيء إذا هذا الجدول كل صف على الأقل يحوي صفر وكل عمود أيضا على الأقل يحسن الآن نبدأ بتغطية الأصفال الآن لما بدي أغطي الصفر هذا مثلا هذا الصفر هذا راح نغطيه بعمود ليش؟ لأن الأفقي يغطي الصفر واحد والعمود يغطي الصفرين وبالتالي نأخذ العمود هذا الآن ننتقل للصفر هذا هذا الصفر نأخذ أفقي ليش؟ لأنه أيضا يغطي الصفرين لأن العمود يغطي الصفر لكن أفقي يغطي صفرين إذن أصبع عندي هذا الخط وهذا الخط يطلع عندي السفر هذا عام أفقي يغطي السفر وعامود يغطي السفر فإلك الخياري أما تأخذ الأفقي أما تأخذ العمودي وأنا هنا أخذت الأفقي أخذت إيش الأفقي الآن أنا حصلت على خطوط أو عدد الخطوط التي تغطي الأصفار تساوي ثلاث لكن عدد الصفوف والأعمدة أربع ونلاحظ بأن عدد الخطوط لا تساوي عدد الصفوف أو عدد الأعمل وبالتالي من هذا الجدول لا أستطيع إجراء عملية التعيين التي تحقق إلى أقل تكلفة معناته نستمر في الحل والخطوة التالية أن أول شيء أحدد أقل قيمة من بين القيم الغير مغطاة طبعا القيم الغير مغطاة شو هي 6 8 4 16 8 16 هذه هي 6 قيم أقل قيمة ما بينها هي الأربع إذن أحدد أقل قيمة من بين القيم الغير مغطاة ثم أطرحها من هذه القيم يعني أقل قيمة أطرحها من جميع القيم الغير مغطاة مع أني أضيفها لنقاط تقاطع الخطوط لنقاط تقاطع الخطوط مثل هذه النقطة وهذه النقطة شو رايح يصير عندي رايح يحصل على جدول هو هون 2 هون 4 هون 0 هون 12 هون 4 هون 12 هون رايح يصير عندي اللي هي هون 8 و 4 رايح يصير 12 وهون 18 و 4 رايح يصير عندي 22 فحصلنا على هذا الجدول اللي هو 2 4 0 11 4 0 0 2 0 0 2 0 22 11 الآن هذا الجدول نبدأ بنغطي إيش بالأصفار الآن لو أخذت السفر هذا أو السفر أفقي يغطي سفرين وعمودي أيضا يغطي السفرين أنا اخترت هون العمود فأخذنا إيش العمود إذا كنت استطيع أن تأخذ للأفقي ما في مشكلة الآن نأتي للصفر الثاني الصفر الثاني العمودي يغطي السفرين لأنه هذا السفر غير مغطي وهذا مغطي هو أنا السفرين أيضا اخترت إيش العمود الآن نتقل للصفر هذا هذا السفر نأخذ أفقي لأنه نغطي السفرين برضه أي صفرين وأخيرا الصفر هذا سواء كان عمودي أو أفقي يغطي السفر واحد فأخترت أنا إيش الأفقي الآن كما نخط أصبع عندي واحد اثنين ثلاثة أوروح إذن حصلت على أربع خطوط تغطي الأصفار وبالتالي فأن عدد الخطوط هنا هي تساوي لعدد الصفوف وتساوي أيضا لعدد الأعمال وبالتالي أستطيع من خلال هذا الجدول إجراء عملية التعيين التي تحقق إلى أقل تكلفة الآن كيف ننشع عملية التعيين نحدد الصف أو العمود اللي في صفر واحد وحيد وزي ما إحنا ملاحظين الصف الأخير في صفر واحد وحيد اللي هو هذا الصفر وأيضا الصف الثاني الثاني عفوا إذن هنا رايح يصير عندي إيش بصفر وحيد الصفر هذا هو تقاطع مين مع مين تقاطع دي مع اثنين بمعنى أن الوظيفة رقم اثنين ينجزها العامل ده الوظيفة رقم اثنين ينجزها دال إذن دال واثنين هاي الآن نشطب هذا الصف لأنه دي أخذ الوظيفة اثنين معنى أنه لن يأخذ داب واحد ولا ثلاث ولا أربعة ونشطب هذا العمود لأن الوظيفة رقم اثنين حددت لي العامل دي وبالتالي لن تحدد لأي أو بي أو سي إذن شطبنا هذا وشطبناه ماشي يكاد؟ الآن نيجي اللي عنده صفر وحيد اللي هو الثاني رايح يكون لأنه ظل عندي هذا وهذا وهذا هنا معناة الصفر والتقاطع ثلاث مع بي بمعنى أن بي رايح ينجز المهمة رقم ثلاث أو أنه الوظيفة رقم ثلاث تعين أو تحدد لأي العامل بي إذن برضو هذا العمود يروح وهذا الصف يروح إذن هذا راح وهذا راح وهذا راح وهذا راح يظل عندي هذا معها وهذا معها اللي فيه صفر وحيد اللي هو الصف الأول لأنه فيه عندي اثنين صفر والصفر صفر الصفر الوحيد هو تقاطع أربعة مع A أي أن A يحدد إلها إيش المهمة الرابعة أربعة تعين للعامل A وأخيرا يظل عندي العامل D مع الأولاد العامل D مع أو لا D عيننا له اثنين إذا يظل عندي بإيش هنا قلنا اثنين صفر 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 إذن هذا راح وهذا راح يظل عندي C C رايح يكون عندي إيش واحد إذن بالتالي D ينجز العامل D ينجز المهمة الثانية B العامل B ينجز المهمة الثالثة A ينجز المهمة الرابعة C ينجز المهمة الأولى الآن هذه التكاليف من هذا الجدوان الطول اللي هي رايح تكون عندي ثمانية زائد اثنين زائد اثنين أو لا عفوا ثمانية زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين اللي هي محسنتها اثنين زائد اثنين يساوي اربعة وشرين إذن تكلفة إنجاز هذه المهام الأربعة من قبل هذه العمال الأربعة تساوي 24 وحدة نقدي الآن مثالنا الثاني وهو برضو تخفيض التكاليف سيما احنا شايفين لكن هنا عندي ثلاث مهام مع ثلاث عمال المطلوب هو إجراء أفضل تعيين الذي يحقق عنا أقل تكاليف لاحظوا هنا طبعا نفس الخطوات نطرح أقل قيمة لكل صف من باقي قيم الصف نحصل على هذا الجدول لاحظوا طرحنا هنا واحد طرحنا هنا ثنين طرحنا هنا أربعة طرحنا هنا ثلاث حصلنا على هذا الجدول نطرح أقل قيمة كل عمود من باقي قيم العمود هذا نطرح الواحد هون نطرح السفر يبقى كما هو هون نطرح السفر كما يبقى هو فنحصل على هذا الجدول نحصل على هذا الجدول لاحظوا هنا لما نغطي الأصفار حصلنا على خطين طبعا عدد الخطوط غير مساوي لعدد الصفوف أو عدد الأحدث وبالتالي نتابع الحل بالخطوة اللي احنا نعرفها وهي تحديد أقل قيمة من بين القيم الغير مغطاة ونطرحها من هذه القيم ونظيفها لنقاط تقاطع الخط فلاحظ عندي القيمة الأقل هي الواحد لما نطرحها صير عندي أربعة هنا وهنا ثلاثة هنا رايح يصير عندي ثلاثة هنا ثنين وهنا صفر الآن بهذا الجدول الجديد أيضا نغطي الأصفار لما نغطيها زي ما احنا شايفين حصلنا على ثلاث خطوط والثلاث خطوط هي مساوية لعدد الصفوف أو عدد العملاء وبالتالي أستطيع أجري عملية التعيين من هذا الجدول كيف؟ نحدد الصف اللي فيه صفر وحيد اللي هو زي ما نحن لاحظين الصف الأول الصف الأول فيه صفر وحيد وهذا الصف هو تقاطع اثنين مع اي بمعنى أن الوظيفة اثنين تعين إلى اي للعامل اي إذن العامل اي ينجز المهمة أو الوظيفة رقم اثنين الآن بما أنه الوظيفة رقم اثنين أعطيت لأي لن تعطى لأي أو سي فنشتب هذا العمو وبما أنه اي أخذ المهمة اثنين لن يأخذ واحد أو ثلاثة فنشتب هذا الصف يظل عندي هنا بي سي وهنا واحد ثلاثة مع صفر صفر واثنين صفر الآن الصف الوحيد فيه صفر وحيد هو الصف الثاني وهو تقاطع سي مع ثلاثة معناته سي رايح يخصص إلها الوظيفة رقم ثلاثة أي أن الوظيفة رقم ثلاثة رايح تنجز من قبل العامل سي وبالتالي السي يخصص إلها ثلاثة يظل عندي واحد يخصص إلى بي يخصص إلى بي الآن التكلفة زد اللي عبارة عن اثنين زائد أربعة زائد خمسة ويساوي 11 دينا إذن التكلفة هنا هنا في مثال حللوا لي هنا برضه هنا يحقق المطلوب إيجادة تعيين الذي يحقق أقل التكاليف هنا هي أقل قيمة عشرين هنا أقل قيمة عشرين هنا أقل قيمة ستة عشر لما نطرحها نحصل على هذا مباشرة بإمكانكم تحللوها وتشوفوا لي هذا المثال إذن هاي ثلاثة أمثلة على أقل التكاليف المثال الأول شرحنا والثالث ثالث مثال الثالث واضح بدون أي تعليق بإمكانكم أنتم تعملوا كتمرين وتشوفوا الخطوات اللي إن عملت وكيف حصلنا بالنهاية على الزن الآن المثال اللي بعده الجدول التالي يبين الأرباح إذن هنا عندنا maximize الناتجة من تشغيل مجموعة من الطلبيات على مجموعة من الآلات إذن شو اللي بدي يا بدي طبعا واضح المطلوب هو التعيين الذي يحقق إنه أعلى الأرباح تعيين الذي يحقق إنه أعلى الأرباح لاحظوا خليني أذكر بالنسبة لحالة الماكسيمايز كنا نطرح جميع قيم الجدول من أكبر قيمة في الجدول بمعنى أني أعين أكبر قيمة في الجدول وأطرح منها جميع قيم الجدول دون استثناء فلاحظوا عندي هنا رايح يكون مية وأربعة عربين هنا مية وخمسين إذا أكبر قيمة هي مية وخمسين إذن أطرح جميع هذه القيم منها هنا رايح يكون عندي عشرين هنا رايح يكون عندي ستة وهون رايح يكون 22. هنا رايح يكون 54 0 30 وهنا هايو 34 26 20 إذن الآن الخطوة الأولى هي الاستباقية عملتها أني طرحت عينت أكبر قيمة اللي هي 150 وطرحت جميع القيم منها حصلت على هذا الجمع أسعى الآن أتابع بخطوات المعروفة أني أطرح أقل قيمة من جميع قيم الصف في ذاك الصف وفي جميع الصف بعدين الأعمدة وثم نغطي أصفر لما هنا طرحنا أقل قيمة حصلنا على هذا الجدول هنا طبعا برضو ديسة ما في صفر نطرح الأربعة عشر منهم نحصل على هذا الجدول الآن نقوم بالتغطية لما غطينا حصلنا على ثلاث خطوط وعدد الخطوط مساوي لعدد الصفوف وعددنا إذن نجري عملية التعيين من ناتج عملية التعيين أن 8 جز واحد زي ما احنا شايفين يعني هنا نشوف الصفر الوحيد معناته بي ثنين بي ثنين بعدها إنما نشتب هذا مع هذا اي واحد والسي رايحة توقف الثلاثة وبالتالي الزيت رايحة تكون مئة ثلاثين زاد مئة خمسين زاد مئة ثلاثين ويساوي أربعة مئة وعشر وحدات اللي هي مقدار الأرباح مقدار الأرباح لأنه هنا مطلوب معي الأرباح المثال الأخير أيضا عن الأرباح عندي الشركة لديها مجوعة من العمال لقيام بعدد من الأعمال فإذا كانت الأرباح الناتجة موضحة بالجدول التالي والمطلوب إيجاد التعيين الأمثل وحساب إجمالي الأرباح وحساب إجمالي الأرباح طبعا هذا عندي الجدول عندي هنا أربع مهام وهنا عندي أربع أمال هنا التكلفة واضحة أو الربح مقدار الربح يعني شو معنى خلينا نحكي شو معنى أربعة عشر مقدار الربح من إنجاز المهمة الثالثة من قبل العامل أي يساوي أربعة عشر وحدة مثلا عشرين إذا سي أنجز المهمة الرابعة راح نربح مثلا عشرين هنا مثلا اتناش إذا دي أنجز المهمة الثالثة نربح اتناش وهكا وهكا طبعا الخطوة الأولى نحدد أكبر قيمة هي رايح تكون عننا شو هي أكبر قيمة هي العشرين أعتقد هاي ثمانطعش هنا عشرين إذن عشرين نطرح هو رايح يكون عشرين هو رايح يكون اثنين رايح يكون ستة رايح يكون أربعة إلى آخرين إلى آخرين نطرح جميع هذا القيم من العشرين فنحصل على هذا الجدول نحصل على هذا الجدول الآن نبدأ نطرح من كل صف أقل قيمة أو من كل عمود أقل قيمة بعد ما نطرح نحصل على هذا الجدول لأن لما نحصل على هذا الجدول نقوم بالتغطية هاي خط خطين ثلاث أربع خطوط معروة إذن من هذا الجدول أستطيع إجراء عملية التعيين إجراء عملية التعيين خليني أعملها على أساس نختار الصف اللي فيه الصفر وحيد أو العمل ده واخدنا الصفر هذا هذا الصفر معناته A تنجز 2 الصفر هذا والتقاطع A مع 2 معناته 2 يعين لA 2 يعين لA معناته تشتب هذا العمود وهذا الصف الجزء المتبقي يظل عندي أربعة أربعة سفر اثنين سفر سفر والسفر سفر هنا قديش عنا اللي هي أربعة الآن نطرح أو بالجزء المتبقي نحدد الصف اللي فيه صفر وحيد رايح يكون الصف هذا هذا والصفر هو رايح يكون تقاطع أربعة مع B أي أن أربعة تحدد إلى B إذن حددنا A إلىها ثنين وB حددنا لها إلى أربعة معناته هذا يروح واثنين يروح وB يروح وأربعة يروح إذن عندي C بي ستة سفر وصفر سفر اللي فيه صفر وحيد اللي هو هذا الصف هنا اللي هي تقاطع C مع ثلاثة معناته ثلاثة ينجزها C ثلاثة ينجزها C بعدها يظل عندي D اللي هو المهمة الأولى وبالتالي أربعة تعين إلى B واثنين تعين إلى A إلى A وثلاثة تعين لC وواحد تعين إلى D هيك يكون أجرين عملية التعين الآن التكلفة نرجع لهذا الجد ونشوف التكلفة مثلا تكلفة إنجاز أربعة من قبل B تساوي عشرة تكلفة إنجاز أثنين من قبل A تساوي ثمنتعش هي ثمنتعش زاد عشرة تكلفة إنجاز ثلاثة من قبل C عشرين هي عشرين زاد تكلفة إنجاز واحد من قبل D اتنعش هي زاد اتنعش وبالتالي يكون مجموح الأرباح تساوي ستين وحدة نقدية تساوي ستين وحدة نقدية إذن هيك يكون هذا أجرينا عملية التعيين اللي حققلنا إيش أعلى الأرباح أعلى الأرباح هذا عندنا التمريد طبعا نحاط هنا الجواب لكن التفاصيل أخليها عليكم فلاحظوا عندي هنا أربع مهام وأربع عمال وهنا المطلوب هو الأرباح وبالتالي نفس الخطوات أول شيء بدك تطرح جميع قيم الجدول من أعلى قيمة أعلى قيمة هنا أش راح تكون أربعة وخمسين أعتقد ها هنا خمسة وأربعين هنا هنا أربعة وخمسين إذا نطرحها كلها من أربعة وخمسين ثم بعدين بكل صف تطرح أقل قيمة بكل عمو تطرح أقل قيمة ثم التقطيع وحصلنا على A2 وB3 وC4 وD1 وزد تساوي 126 وحدة نقضية هذه برضو عن التعيين بمجموعة من الأمثلة اللي هي حوالي قديش أثنين أربعة حوالي ست أمثلة وأعتقد هيك يقفى أمثلة وأعتقد راح تكون واضحة للجميع للجميع